اكدت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمركز الرعاية الصحية الأولية أن مملكة البحرين الآن أمام خيارين أما طريق الانحسار وهذا يتطلب عزما للالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ التطعيم وأما طريق الانتشار وطريقة عدم الالتزام والانجراف خلف المعلومات غير الدقيقة وأشرت إلى أن البحرين حريصة على الاتخاذ للإجراءات الاحترازية لحماية الجميع منذ أول إعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين مضيفة أن المملكة ومنذ البداية اهتمت بصحة المواطن والمقيم وتوسعت بالفحوصات المختبرية للحد من الانتشار وتم الطلب والتنسيق مع الشركات المصنعة للتطعيمات وتوفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين ونوهت أن البحرين لا زالت تتابع وتراجع الوضع الوبائي والمناعي وتتخذ الإجراءات المناسبة استنادا للأوراق العلمية المتاحة وعلى ضوء ذلك تم إدراج الأطفال من عمر 12 إلى 17 عاما ضمن الفئات التي تم إجازة تطعيمها وأكدت السيد أنه من الضروري تحر الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصادرها الموثوقة مشيرة إلى أن الأرقام والإحصائيات الرسمية هي الرد الوافي والكافي أمام أي شكوك بشأن التطعيم أو أنواعه أو اسهامه في الوصول إلى المناعة الجماعية وتحصين المجتمع ترجمة نانسي قنقر